وللوقوف عند توقعات العبادي بانهيار الجيش وموقف قادة الحجد من المخاطر المحتملة ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير لشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل الطائي سيادة العميد مرحبا بكم يعني تصريح واضح لحيدر العبادي يحذر من انهيار الجيش مجددا ويذكر بما حدث في عام 2014 لكن سيادة العميد هل من شواهد تؤكد ما ذهب إليه العبادي سيدي الكريم أخي أولا هناك حقيقة سائدة لا يمكن تجاهلها وأيلا لحل العسكر والأمنية تتحكم فيها طوال عديدة منها خارجية متمثلة بمبيكة وإيران وداخلية تشمل حكومة العبادي من جهة والميليشيات من جهة أخرى وأيضا حكومة تقليم كردستان جميع هذه الأطراف تحاول أن توضف هذا الملف لخصة الشارعات تخريح العبادي لو نأخذ من الجانب الميداني لرأينا أن تنظيم الدولة خلال شهرين شباب وآذار الحالي استطاع أن يوسع جغرافية هجماتها بشكل كبير وواضح وتمثل من استحداث منطقة سيقة الاستهداف استهدف من خلالها الطوات الحكومية والميليشيات والمتعاونين معهم المنطقة الأولى التي تحدثها تنظيم دولة هي التي تمتد على طريق الدول السريع باتجاه الرقم ومنطقي الوليد وطرابيل المنطقة الثانية والكبيرة هي شملت بنات ومحافظات التأميم ونينو وصلاح الدين وديالة التي شملت الحويجة والبشير والعباسي وحمرين وشرق سامرة وديالة وتكريم هذا التوسع في الهجمات كشف عورة سيان النصر المذعوم للعبادي إذن كما قلنا سابقا مرارا وتكرارا إنه النصر العسكري الذي أحرزته القوات الحكومية والميليشيات لم يتقي لاستثمار الفوض وهو التحقيق النصر الأمني لذلك تبقى الجغرافة العسكرية في العراق حشة لنقطتين وهو سنتظر لوجوده ولن ينتهي والنقطة الثانية أن هناك أطراف متعددة ستلاعب بهذا الملف بخدمة لمشاريعها إذن سيادة العميد في الفقه العسكري أكثر تحديدا لو ندخل في حيثيات الأمور العسكرية ما هي الخطوات التي يجب على حكومة العبادي اتخاذها كي يؤمن هذه الحدود من عودة تنظيم الدولة إلى الداخل العراقي أخي الخطوات يجب أن تتخذ عندما تكون هناك دولة نحن لا يجب لدينا دولة لدينا فلطة تحكم العراق بعقلية مليشاوية وهؤلاء من يتحكم في الملف العسكري والأمني هم زعامات مليشاوية لا يمكن أن نتحول إلى رجالات دولة لذلك العقيدة العسكرية دائما في كل الدول تتأثر بعدة نقاط منها الجغرافية ومنها الإستالات الفشرية والميدانية وتتأثر بصورة رئيسية بالتوجه العام للدولة التوجه العام للدولة هو اجتساس وإضعاف المنظومة العسكرية وإستبداله بمنظومة العسكوية لذلك هذا الملف لا يمكن أن يحتم ليس فقط لوجود تنظيم دولة وإيضا إذا وجدت تنظيمات أخرى قد تحدث في المرحلة العاكمة طيب سيادة العميد يعني كما ذكرتم يعني ربما ليست الأموال وحدها قادرة على بناء مؤسسة عسكرية وهذا ما ذهبت إليه لجنة النزاهة البرلمانية حيث قالت إنما صرف على الجيش يضاهي الجيوش الأوروبية ولكن دعني أنتقل هنا إلى الحجد الشعبي تعتقد أن الحجد أصبح أقوى منظومة عسكرية في العراق سيادة العميد؟ أخي بالتأكيد هذا هو مشروع استراتيجية إيرانية لإستبدال المؤسسة العسكرية بضمنها الجيش كتشكيل سعب وزيار بهيكلية ميليشياوية تناق بها المسؤولية الأولى في دارة الملفات العسكرية والأمنية لذلك رأينا سلطة المنطقة الخضراء بجميع وجوه القديمة والحالية شعر لتنسيذ السيادة الميليشياوية لهذا الكائن الهجين الذي يسمى بالحجد الشعبي ليكون قوة أسكرية وأمنية لذلك شاهدنا تم تسليحة وتجهيزة وسن القوانين الخاصة وآخرة هو قوانين الخطورة وغيرها بأس الرجعي كل هذه القوانين هي لغرض تغول وتغول وتغخم هذا الكائن الهجين لجعل قوة رئيسية تحكم العراق أسوة بولاة الفقهي والحرس الثوري في إيران سيادة العميد إذا ما تحدثنا عن المستقبل الذي ينتظر العراق هل هناك تبعات لتوغل الحجد في الحياة العسكرية والسياسية على مستقبل العراق؟ بالتأكيد أخي الجيش والمؤسسة العسكرية هي من أهم ركائس بناء الدولة وإذا فقدت هذه الركيزة تنهار الدولة بالكامل لذلك اليوم العراق يسير لحو الهاوية في ظل غياب هذه المؤسسة العريقة والتدالة بهذه الميليشيات الهجينة التي ليس لها عقيدة مهنية واستبدلت هذه العقيدة المهنية بالعقيدة الطائفية واشتبت القانون بقانون خاصة لا يستطيع حتى وزير الدفاع أن يصدر الأوامر لها إذن العراق يتجه إلى الهاوية إلى مطير أسود إلى حالة سلطة اقتصادية وبشرية تنهي إلى الهاوية بظل وجود هذا الجانب الهجين وهو العز الشعب من بغداد مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير لشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل الطائي شكرا جزيلا لكم